الأمر الآخر ما يسمى دول بحر البلطيق الثلاثة جنب أوكرانيا فيه ثلاث دول صغيرين بيطلوا على بحر البلطيق اللي هم الإتوانيا وإستونيا هذه الدول الأجواء الجو بالنسبة لها أجواء ضيقة بمعنى يعني لو طائرة القازفات الاستراتيجية اللي بتمشي مسافات بعيدة ممكن بسهولة تدخل هذه الأجواء حلف الناتو وضع منظومات دفاعية في هذه الأجواء بشكل مرعب يعني أي خطأ في الحسابات قد يؤدي إلى أسقاط طائرة رأسية أو طائرتين روسية حيتدخل حلف الناتو حيبقى الأمر أكثر تعقيدا ويكون أكثر تعقيدا ويكون فيه كمان رد فعل من الجانب الروسي إيه اللي عايزوا حلف الناتو من انضمام أوكرانيا ليه سؤال مهم جدا وده مهم يعني إيه حلف الناتو بالنسبة لأوكرانيا أو بالنسبة لأي دولة الحلف الناتو عنده مادة تسمى المادة الخمسة أي دولة تنضم حلف الناتو بيطبق عليها المادة الخمسة المادة الخمسة بمعنى أي اعتداء على دولة واحدة بمثابة اعتداء على الدول كلها. ده تم تطبيقه بشكل واضح مثلا في 2001. 2001 دهما حدثت 11 سبتمبر على الولايات المتحدة الأمريكية. كل حلف الناتو بدأ يشكل القوات. اللي رحت العراء شفنا حلف الناتو كان موجود في العراء. وحلف الناتو أيضا كان موجود في أفغانستان. فالدول تحديدا في الجناح الشرقي من حلف الناتو هي دول صغيرة. وذات إمكانيات بسيطة. فبتعتبر انضمامها لحلف الناتو ده بالنسبة لها ميزة كبيرة. روسيا يعني بالمناسبة وده حاجة في غاية الأهمية. أنا في تقدير جزء من الأزمة الروسية أيضا إحساس الرئيس بوتين بالواجع. وربما حتى إحساسه بالخيانة. لماذا؟ الرئيس بوتين مسك روسيا أو تولى الحكم في شهر ديسمبر سنة 1999. من 1999 وحتى الآن 11 دولة من إجمال 15 دولة دخل حلف الناتو. دخل في عهد الرئيس بوتين. في عز انهيار اتحاد السوفيتي بعد سنة 1991 لما كان بورس ييلسن الرئيسي اللي قبله. انضم أربع دول فقط. لكن في عهد بوتين حلف الناتو ضم 11 دولة. أخرهم دولة في 2020 اللي هي نورت باثدونيا اللي هي مقدونيا الشمالية. في عشرين عشرين. ده عامل للرئيس بوتين إحساس أنه حلف الناتو لا يلتزم بأي عهد. ألف الناتو بيتوسع شرقا. هذاك سألت سؤال في غاية الأهمية. ما معنى دخول أوكرانيا أو خطر أوكرانيا على روسيا؟ الآن الحسابات الروسية تقول الآن أن الصواريخ على شان توصل الاراضي الروسية تحتاجها 14 دقيقة. ده معنى أن منظومة الدفاع الصاروخية الروسية سواء S300 أو S400 أو حتى الجديدة S500 تستطيع أن تواجهها وتسقطها بالكامل بنسبة 100%. لو تحرك حلف الناتو ودخل أوكرانيا. هذه الصواريخ تصل إلى الأراضي الروسية وفق الحسابات الروسية خلال أربع دقائق فقط. ده معنى أنها يعمل عبء إضافي أن منظومات الدفاع الجوية قد تسقط 20% أو 30%. هذه العملية لم يتم تجربتها بشكل كبير جدا. وبالتالي البعض يسأل رئيس بوتين إبيل 11 دولة يدخلوا في الناتو. ليه عند أوكرانيا واعتبرها مسألة. لا هنا ستابت. وعملها شرط من شروط إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. يعني هو واضح وصريح هذا الشرط. قالك إيه إعلان حياد أوكرانيا بعدم انضمامها إلى حلف الناتو. شرط من شروط بوتين لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. شرط واضح وصريح. وانا رأيي هذه تشكل أساس العمل دبلوماسي. يعني أولا الرئيس بوتين عندما يقول مثلا. إنه لا يحتل أوكرانيا. ذا شيء كويس. عندما يقول لا نريد أن نستمر في أوكرانيا إلى الأبد. ذا شيء كويس. عندما لا يقول أنه لا يريد أن يقسم أوكرانيا. لأنه مطروح سيناريو تقسيم أوكرانيا. اللي مع روسيا يروح مع روسيا. واللي مع الغرب يروح مع الغرب. لكن عندما يقول أنه مجرد عايز أن أوكرانيا تكون دولة محايدة. أنا في تقديري عندنا نموزاجين لدولتين محايدتين في غاية الروعة. وهم فنلندا والسويد. فنلندا والسويد طوال منذ الحرب العالمية الثانية. ومنذ تأسيس حلف الناتو. لم ينضم حلف الناتو. قالوا إحنا سوف نظل كدول محايدة ومناطق عزلة. أنا في تقديري هذا يريح الجميع. يعني تكون أوكرانيا مثل السويدة ومثل فنلندا منطقة عزلة. ما بين الناتو وبين التحديد.